من أخبار القوات المسلحة لأخبار مجلس الوزراء إمبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض إجراءات تطوير منظومة التعليم العام والتعليم الفني وأكد دكتور مدبولي أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عملت خلال الفترة الماضية على وضع التعليم كأحد أولويات التنمية في مصر بالإضافة للتركيز على بناء الشخصية الخاصة بالإنسان شخصية الإنسان المصري وقال أن ده كان تكليف من السيد الرئيس بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف معلم سنويا لمدة خمس سنوات وده لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم كمان الدكتور مصطفى مدبولي استعرض إمبارح الاستعدادات الخاصة بتنظيم المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الدولة بتنظيم المؤتمرات اللي بتدعم التعاون المشترك بين مصر ودول القارة الأفريقية وده تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس وتماشياً مع أهداف الأجندة الأفريقية 2063 لسه ملف التعديات على الأراضي الزراعية بيحظى بأولوية واهتمام شديد من الحكومة بناء على توجهات القيادة السياسية انبارح الدكتور مصطفى مدبولي ترقص اجتماع مجلس المحافظين وقال لن نسمح بعودة التعديات على الأراضي الزراعية وسيتم التعامل بكل حسم لإيقاف هذه الظاهرة اللي بتهدد مستقبل الأجيال القادمة وقال كمان إن الدولة بتنفق مئات المليارات على مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها وما ينفعش نهدر أفضل أراضينا الزراعية بسلوكيات بتعد جريمة في حق الوطن وأبنائه طبعاً احنا متعودين على الشائعات اللي بتبقى على صفحات السوشيال ميديا يعني لكن موجودين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء دايماً بيواصل صد لهذه الشائعات وكان فيه إشاعة بصدور قرار رسمي بيحدد طريقة أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة السندي المركز الإعلامي المجلس الوزراء تواصل مع وزارة التعليم اللي نفت كل الكلام ده وقالت إنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن وإنه هيتم عقد مؤتمر صحفي بعد انتهاء أجازة نص السنة للإعلان بشكل رسمي عن كافة تفاصيل وإجراءات أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة